اكد سعادة السيد زايد بن راشد زياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة اكد ان الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 تستهدف تعزيز دور القطاع السياحي ضمن القطاعات الواعدة التي تسهم في رفض الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وذلك بما يحقق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه امتدادا للاستراتيجية السياحية الاولى والتي حققت مملكة البحرين ثمارها رغم التحديات نظمت هيات البحرين للسياحة والمعارض مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تجشين الاستراتيجية السياحية الجديدة في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات حيث اكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان المملكة تعمل على رفع مساهمة القطاع السياحي ضمن الناتج المحلي الاجمالي وهذا ما يؤكد عزم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توفير كل ما يلزم من اجل تنمية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل للمواطنين تمحورت الاستراتيجية على الاسس اللي وضعنا عليها استراتيجية 2019 ولكن توسعنا اكثر بالتوسع في عدد الاسواق المستهدفة من 7 الى 18 سوق الهدف من هذه الخطة ان احنا نوسع من اشهار البحرين عالميا ومن اجل ان احنا نصل لهذا الهدف يجب ان يكون بيننا تعاون وثيق مع القطاع الخاص وايضا اضفنا في هذه الخطة دور فعال الناق الوطني شركة طيران الخليج اللي تساعدنا في جعل البحرين بوابة الى دول العالم وترتكز الاستراتيجية السياحية الجديدة على اربع دعائم اساسية وهي تسهيل الدخول وتنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي وتعزيز مقاومات الاقامة السياحية ومتطلباتها كما انها تعتمد على سبع ركائز استراتيجية تشمل العمل على الواجهات والانشطة البحرية وسياحة الاعمال وغيرها وتعد تلك بمجملها خارطة طريق واضحة المعالم تهدف بالدرجة الاولى الى استعارة انتعاش قطاع السياحة في البحرين باسرع وقت ممكن المشاريع طبعا احنا في عندنا اكبر مشروع هو مركز المعارض الجديد اللي ان شاء الله بيكون جاهز في الربع الرابع من العام القادم هذا بيعطينا نقلة نوعية على سياحة الاعمال والمعارض والمؤتمرات اضف الى ذلك المشاريع الاخرى اللي موجودة ساحل سعادة بلاج الجزائر تطوير حوار كل هذه منتجات بتضيف الى المنتج السياحي في مملكة البحرين الفعاليات اللي بتصير ان شاء الله في البحرين بداية بافتتاح مسرح الدانة البحرين تتمتع الله الحمد بارث وتاريخ طويل بدولة حديثة عندنا كل المقاومات اللي احنا ممكن نستثمرها في انها تكون فعلا البحرين وجهة سياحية عالمية عائلية وتعتبر خطة التعافي الاقتصادي انعكاسا للواقع الذي رسمته الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين الفين واثنين وعشرين الفين وستة وعشرين والتي تهدف الى رفع اجمال عدد الزوار القادمين الى المملكة للسياحة الى نحو اربعة عشر مليون زائر ضمن خطة التعافي الاقتصادي جاء هذا المؤتمر الصحفي ليبرز مكانة مملكة البحرين كمركز سياحي عالمي قادر على ضم القطاعات الواعدة لرفض الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية عشرين ثلاثين وخلق بيئة متكاملة لخلق المزيد من النمو الاقتصادي طلعنا في مركز الاخبار تلفزيو البحرين